مستمعاتنا ومستمعينا مرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم مارش كاريير صافرون تلاقيناش سنة سعيدة دخل لكم الصحة والسلامة ونبدأ ان شاء الله حلقة جديدة في هات السنة هادي اللي ارطائنا اننا نبدوها بواحد الحرفة اللي العديد منك يسمع بيها والقليل فينا اللي كيعرف المحتوى ديالها وكيعرف تجليات ديال هاد الحرفة هادي فين كنستعملوها كيفاش كنستعملوها والاهم لاتشي كاملو كيفاش يتم توظيف ديالها على غير المثيلاتها في القطاع الفني بلا ما نطور عليكم بلوتو الحرفة ديالنا ديال اليوم هي الحرفة ديال المخرج المصرحي او ما يصرح باللغة الفرنسية الميترونسين ومعنا باش ندو على هاد الميترونسين الفنان والمخرج المصرحي محمود شاهدي مرحبا بيك شكرا حمود على الاستضافة وشكرا غاديو ديالزيم ايقالوا مرحبا بيك مجددا محمود شاهدي انت مخرج مصرحي فنان كتشتغل الى العديد من الاشتغل تشي بلوتو العديد من الاعمال المصرحية بغينا نعفو شكونا هاد الميترونسين ولاش كونا هاد المخرج هو المهنة ديال المخرج هي مهنة فيها نرقاج كبير من ناحية التخصص ممكن نقول المخرج باستعانة باول تعريف بان في التاريخ ديال المهنة الاخراج اللي هو اللي كان في منجل الأكاديمية الفرنسية في 1835 هي مسألة هما الاستعدادات الضبورية من اجل انجاز عرض مصرحي بمعنا هو الشخص المكلف بانجاز هذه الاستعدادات بصفة عامة نعم يعني هذا كعمد كديفينيسيون ديالو بشكل اجمالي نقدر نقوله ان هاد الشروحات كتختالف من الواسط الواسط لانو اعطيتنا لديفينيسي ديال واحد للغوجيسر اللي هو فرنسي واش النفس تعريف كي يبقى إلا درنا اسقاط مثلا عن المصرح عند الإنجليز مثلا أو عند الزلمان أو عندنا في المغرب هي الخصوصية دي لكل ثقافة كتكون حاضرة مثلا عند الألمان الكلمة التي تستعمل المخرج هي بلتوف في الغيجي ريجيسور ببنك نقول لي وحنا المهنة دي ريجيسور لأننا هنا مجرد محافظ عام نعم بين قوسين مجرد محافظ عام عند الألمان هي هو المخرج بصراحي وهنا هنا كتكون التوجه دي لكل ثقافة لهذه المهنة محافظ عام ببنى ما هو تقني مهم مهم عن الزلمان ويعني نقدرنا نقوله أنه تعريف دي الإخراج يختلف من تقافة الأخرى هنا في المغرب شكونا هو المخرج يعني انتلقى من التفاسير التي أعطتنا والشروحات في الممارسة المصراحية المغربية شكونا هو المخرج في هذه العملية الإبداعية مخرج في المغرب هو صعيب تعريف دياله أولا أنه ما دناش فكنا ندوي في المجرد المصراحي لأنه ما ندوي على المترونسان في المصراح يختلف على الرياليزاتور في تلفازة أو في سينما أو في راديو في مجرد وحدة أخرى نعم ما ندوي على المخرج في المجرد المصراحي هو أول ما كانت تكوين والتكوين مهم لأنه كيحددنا شمن سوق شغل كي نوجهو هذا التكوين يعني السوق الشغل تكوين كي يدينا المسألة ديالسوق الشغل يعني جوج مجالات ممكن نقشوهم باش نعرفه شمن مخرج عندنا في المغرب غالبا ما كيكون المخرج هو رئيس الفرقم يعني كتسبه هو الإداري بمعناه هو الموظف وموظف يعني كينا هاد المسألة اللي كتخلق هاد اللوبس في نفس الحالات في بعض الحالات كنا قد نصبه أنه كاتب عنده رغباءنا الأعمال ديال وتكون على الخشب وبالتالي كيمر المرحلة ديال الإخراج ممكن يكون ممتل رقم تجربة كبيرة وكيمر المرحلة للإخراج ممكن يكون أنه إداري ولما قاولة كانت عندها إمكانية تحصل على دعم معين وبالتالي توجهات للإخراج بأننا نسأل للإخراج مازالا فيهاش وحد الموضوح ما فيهاش حسم ما فيهاش حسم من شنو الصفات اللي كتوفر شخص باش نقدر نقوله مخريج أو ماشي مخريج دكورتي جوش المسائل قلتي في الأول في البداية أنه ما كينش ما كنت تقرراش واش المهنة أو الحرفة ديال المخرج المصرحي ما كنت تقرراش عن المستوى يعني العالمي والكوني ولا فقط كندوع لا في المغرب مازالا ما كنت تقرراش لا هي في بداية ديالتدريس ديال المادة الإخراج المصرحية حديثة في العالم جميل نقدر ندوع للتجامل والفرنسية ولا الألمانية ولا الإنجليزية كانت توجهات مختلفة نعم نقدر نتحدث لها في المغرب مازالا ما عندناش هاد توجه وهذا التوجه هو مهم خصوصا حاليا في المغرب لأنه هو لا أخير سمح بأنه نحدو شمن من الصبح لبرينة لكدفع عليه الدولة أو لكدفع عليه التكوين أو لكدفع عليه السوق أو لكدفع عليه الممارس مازالا ما عندناش عندنا بزاف ديالتوجهة الفنية لما هي لأنه نتيجة مثلاً عندنا مهرجان وطنيين لم يكن في السنة الأخيرة يمكننا أن نصيبه في مصرح البولفار يمكننا أن نصيبه في المونولوج يمكننا أن نصيبه في تياتر دعوتر يمكننا أن نصيبه فيه بمعنى ما زال ما لدينا توجه وهذه المسألة هالتوجه ما يقدر يبدأ إلا لكان اختيارات معينة في مجال الإخراج يعني إلا فهمت أحسبت المداخلة دي لك أستاذ محمود هو أنه بالنسبة للغياب يعني واحد لإطار أكاديمي مرجعي المهنة دي الإخراج هي اللي تعطينا النقطة لدينا على تتالغ أنه كي مزيف نس كدروا إخراج يعني مختلف الزوايا اللي نقوله يعني يقدر يكون كما يتيكاتب وعنده طموح أنه يخرج العرض دياله سيوسين كما تقدر يكون مقاولة إلى غير ذلك يعني عدم الوضوح الأكاديمي في هذه المسألة يقدر يفتح فرصة أو للمجال أنه أي واحد يدي الإخراج صحيح، هذه المسألة فيها جوش جوانب فيها جانب أولاً هو تبخيص ديال المهنة المخرج بأن أي واحد يمكن يمارسها هذا جانب الأول وهذه المسألة غير صحية وهذه المسألة غير صحية لأنه لا يبني على أساس معرفية وأساس جمالية لأنه يقدر يفتح المستويات في وقت معين يقول لي أنه مهنة المخرج هو مهنة ديال أي واحد يبحث على السلطة لأنه حالياً المخرج هو السلطة الأولى في العمل المصراحي هو الذي يختار ممتلين هو الذي يختار جوالات ونقدر هذا الموضوع عن الخاش بالإضافة أنه جانب تاني هو يقدر مثلا كاتب يبدو أنه حتى مخرج ما قد ينقل الفكرة دياله على الخاشبة وبالتالي يقول ضروري أنه ندوز لهذه المرحلة أو ممتل بتجربة راكم تجربة معينة وقدر يوصل للمرحلة يقول أنه خصني نمر للمرحلة للإخراج أنك نفكر على عندي مشاريع فني بغيت ندافع عن طلاقات جريبة ديالي هذا هو مواضيع مهمة للنقاش في المجال الفني غير ما كتكونش تبخيص ديال المهنة وكتكون تراكم اللي كيسمح للأشخاص يمروا المراحلة المعينة خصوصا في غياب تصور أكاديمي المهنة للإخراج شنو اللي يخلي عندناه الغياب كنظن أنه المغرب يتوفر على واحد البلاتفورم أكاديمي اللي كتكون في المجال المصرحي اللي يلمع العديل في المصرحي وتنشيط طقافي اللي بالم Jonathan كتشتغل فيه كدكتور يعني كتدرس في المعاد مادة الإخراج يعني هاي كتدرس عندما مادت الإخراج ماكتدرس مادة الإخراج ماهي شعبات الإخراج اه قال ci انصب tussen دريس المادة و ما بين كون عندك دبام ختمون كامل يعني مخصص لهذا المجال صحيح وهو تدرس مادة الإخراج كيكون أولا الحياة الزمانية ديالها قليلا وكيكون الهدف منها مشي تكون المخرجين يعني كتكون حصة ما بين حساس ومن يكون عندك دي بارتو مو يعني كيكون توجه من تخصوص من الأول تخصوص من الأول والهدف منه هو تبني مشاريع فنية مشاريع مخرجين في المستقبل وهنا كي نقاش كبير شنو البروفيل الزاكي باش عنا قد نستقبلو شي واحد اللي قدبي ولي مخرج يعني البريروكي مهمين حل أي مجال شكليكي حدداد البريروكي واش المؤسسة الحاضينة لهذا التسميتو ولكن يمكن قولو كي نقاش واش كي نقاش واش كي نقاش أطراف لي كتحدد هذا الجانب هذا ولا هو واحتى وافق ما بالممارسين ولا السوق لي كي فرض هاد المسألة كيفاش كتحدد العمليات وقيت كوين مهني من الضبوري رائي حاجية السوق نعم بمعنا حاجية السوق وفي هذا الجانب مثلا السوق ديال إبداع المصرحي في المغرب عيش أزمة كبيرة في السنوات الأخيرة وهنا كي نقاش وحدة أخر وهنا هذا المسألة هي مهمة هنا قد نطرقه مثلا طبيعة التكوين في الإخراج في العالم نعم كان مجموعة من المبادئ كان مدارس مثلا خدرت الاختيار أن تبني على شيخ مثلا مخريج كبير نعم يجي يحتاجون بجموعة من الشباب ويحاول يدبسهم طلاقا من المنهاجية دياله ويجربته الخاصة نعم هذا اختيار مثلا واش هو الأنسف في المغرب سؤال كان اختيار تاني لفيه أنه خاصة تكون إمكانيات خاصة تكون إمكانيات لأنه باش تدبس مادة الإخراج فيها جانب تقني مهم مثلا كل ما هو حاليا تكنولوجيا تقنية رقمية خاصة تدريس دياله ماذا عدنا النقص نعم في الجانب في مجال الإبداع في مجال الإبداع ماذا نعتبره أنه المصرح هو نص ممتل على الخشبة وأنه وخا ما يكونش لك نراج ماشي مشكيل في من أن بعيد على تطورات الحياتي حياتي صحي هو اللي يسبب وحد قاطعة ما بين الجمهور وما بين الإبداع لأنه ما يمكنش الإبداع يبقى في القرن الوسطى والتكنولوجيا كالطور كلها نقدر أن نقوله هذا وخا ما موضوعنا يكون سبب من الأسباب ديال عزف الجمهور في الوقتنا الحالي بصفة يعني مكتفة للعملية المصرحية باش يحضر يتفرج في المصرح يقدر يكون هذا عامل هدلو ديكالاج لكين ما بين العمالي الإبداعي وتطلعات ديال المتلقي صحيح صحيح لا يمكنش نكونوا في زمن رقمي وما زالين كانت عاملوا مع الإبداع بطريقة قديمة هذا واحد من الأسباب لأنه كان أسباب أحد أخرى عند علاقة بسياسة ثقافية عند علاقة بالمهنة ديال الفنان والحقوق دياله وكيفاش كي مارس المهنة دياله وشف أريحية لأنك نعفو أن الإبداع مكان وصلوه حتى كنكونوا مبتاحين شوية ما يمكنش تكون طلب أن واحد يبدع وهو ما عندوش حاجيات رئيسية للحياة كنسمعوا مخريج وعندنا مخريج في سينيما عندنا مخريج في تلفازة عندنا مخريج في الراديو مخريجة ديال نحن وسادة نورا اللي ديرنا ذبها الإخراج وشنو الأوجوه اللي كتقسموها فهذا الميتيب سيفتكم كاملين مخريجين ولكن فقط توظيف ديال العملية ديالكم كيختلف من صيغة الأخرى هو النقطة المشاركة هو الهدف ديالك للمخريج هو إعطاء تصور يكون واضح ومنسجم وهذه نقطة المشاركة ولكن اللغة تختلف والآليات والتقنيات تختلف مثلا في المصرح لدينا قدر فكس في سينيما يمكننا تغيير قدر في راديو لدينا صوت لذلك الهدف ديالك نحن لا يوجد المخريج هنا كي أعطينا المسألة للمهند المخريج وخصوصا في هذا الجانب مهم هو المصداقية للتصور الذي يقتبحوننا بإعنا وشكين تصور ومصداقية دياله من جانب الجمالي هنا المسألة للجانب الجمالي مهمة ما زال من نوقات اللي ما زال كان أعتبروا أن المهند المخريج بعيدة على ما هو جمالي نعم خصوصا لأنه كان أعتبروا أنه الجمهور ما عندوش تربية جمالية لتسمح له يميز ما ما بين ما هو بين القوسين وذا مفهم غرض أعتقد أنه كي يعطي حكم مسبق على الجمهور أنه ما عندوش آليات باش باش يتدوق لنصح التعبير واحد العملية إبداعية كين هات التوجه اللي كيخلي مجموعة من الأعمال كتبنى أساسا على ما هو معتاد في المخيلة ديال المبديع على الجمهور يعني فيه واحد الحكم مسبق على أنه الجمهور خصو يكون هكا في حين أنه الجمهور يقد يكون أدكى من المبديع وأنه خصو المبديع يقوم مجهود باش يحاول يوصل رؤية فيها ما هو جمالي وكن نركز على هذا المفهوم لأنه كان بزاحت بزاف المبديعين بالنسبة لهم مكن ديوا على الإستيتيك بالنسبة لهم زواق ما شي رئيسي ما زاف المفهوم ديالنا مغربي غير زواق وصافي غادي نفقف هات النقطة ديال هات البعد الجمالي في العملية الإبداعية وكن نظن أن هات الأحكام المسبقة اللي كتكون لدينا جاهزة على المترقي وللجمهور نقدر نقوله كهكدك كتولي فيها المسؤولية خصوصا كتكون كيتحملها المبديع في علاقته بالجمال في علاقته بالميكانيزم الجنرال بالإنتاج في علاقته بتصويق الأعمال ديالو في علاقته بالتواصل كنت جموعة من النقاط اللي هو غير حلقة بسيطة فيها ولكن عندهم مسؤولية من قدرس نقوله أنه حيط لجمهور براها كأن ما هو بسيط ما هو سهل بدون مجهود يعني فيها وحشوية الكسل فيها وحشوية الكسل بالنسبة لها المعايير الجمالية اللي كقولها التصور الفني ديال سميته وشكولي كيتحاسب مع المخرج يعني المخرجين كيجيوا كيعطونا تصورات نفترض أن فيها واحد القيمة ولا واحد البعد جمالي هالتصور اللي استيتيكي ديالو مني كيجيبو كيفاش كي يبنيو وشكولي كيعطيه الأحقية أنه يفرضو في واحد الإطار اللي هو للسين ولا الخشابة وشكينشي ضوابط لهالتصورات الفنية حيث كتشوف مثلا عروض ولا كتشوف سميته كتناقش هم يقولك أنا لك تصور الفني ديالي هكا كدير وش محقنا أننا ننسب لأي حاجة للكشي اللي تخيل لنا ولكن ضوابط لهالعمالية الجمالية هي الضوابط دائما متواجدة الضوابط دائما متواجدة وخصوصا في جميع المجالات الإبداعية لأن هناك تقنيات من غير أنه كان حساسيات فنية مختلفة لأنه مسألة طبيعية كان ما هو تقني مهم هنا مثلا نقدون طبقه مثلا تناسق دي الألوان في الخشب الأشكال علاقتها بالنص هناك المدارس مثلا كان يبني المشروع الفني دياله وانطلقنا من النص مبجعيات الفكرية والإحالات التي يعطيها النص هذا توجه بأن النص هو الأساس وهذا التوجه قليل لدينا في المغرب لأنه حاليا في المسألة أنه المخرج يدير 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 في لساس أنه عنده التصوير العام نعم كان فكرة توجه وأنه ممكن أنه كان بني فكرة بغناء الشغل على العيطة مثلا وتقول العيطة هي التي تعطي المنطق العام مثلا للعمل أنه أي حاجة تكون ضخلف في منطقة التصوير عن الشغل على الطرات الشبيع عن الشغل على العيطة مثلا هذه الاختيارات تختلف غير في جميع الأحوال تبقى قواعد تفرضها تعطي حلول ولكن تعطي قواعد تختارها يعني التصوير تبنى ضروري موحد لمرجعية سوى كانت النص أو لماتي في حدة التي تشتغل عليها سوى إطار فكرة يعني كنت نضوا بالدائما يعني هذه المسألة أنا كنشوفها كما هي إلا ندخلها في جانب أيضا ذلك الكسل لقدرنا أننا ما نقدرش نجيس فيه ولا ما نقدرش أننا ندفع جز كوب على تصوير ما عندناش الآليات العلمية باش نفسروها وندفعوا عليها ونقدروا عليها منطقيا باش ندعو على الآليات العلمية أستاذ شنو الفرق ما بين واحد المخرج مسرحي محترف واحد المخرج اللي هو آماتور حيث هاوي باللغة العربية أو تاني كتخذنا بأبعاد يعني شنو الفرق ما بين مبينتهم واش هادو كليزوتي اللي كتدو عليهم وفين نقدر ناخدهم هي شنو كنعني وبيهم لك كنعني محترف هو اللي حصل على بيطقة الفنان اللي عندو محترف كنعني وانه محترف اللي كيعيش من المهنة الإخراج هذا نقاش واحد أخر نعم بغميتي بغميتي وبغصال حال كيدخل وشنو كيخدم بموال بيعنا نقاش واحد أخر لقلنا محترف انطلاقا متوجه في نعمل إقصاء بيعنا اللي كدير مثلا مصرح الطيف نقضو نقول نقضو نقول عن شي وعدي أنه ماشي في درجة المخرج يخدم على نصوص كلاسيكية مثلا تكون هذه المسألة تكون الحساسيات ويحساسيات طبيعية لأنه فيها خصوصيات كل مجال نعم كل مجال بالنسبة لما يتعني ومجال تقني مثلا نعطي مثال البسيط هو الميكروفون الميكروفون يستعمل ومش لماذا يستعمل وماذا هذا الميكروفون وماذا المسألة التي نريد أن نعني بهم ما هي المسافة التي يجب أن نحترمها نعرف لأن أي حاجة تقنية تقدمنا إمكانيات وتعطي حواجيز وحد أخر هذا ما لدينا ديماية به ما لدينا نعرف في جانب الإنارة لأنه مستجداد في مجال الإنارة كيف وصلت لتقنيات الليلة كيف وصلت تقنيات روبوتيكو على تقنيات هذا كامل المخرج يجب أن يكون عارفوا يجب أن يستعملوا لأنه يستعملوا لا يمكن أن يستعملوا عندما يستعملوا نصب ونرجع الأشكال فرجوية فرجوية وحد أخرى التي لا يوجد تقنيات ونخرج من القاعة ونمشي ونقول لأننا لا يوجد تقنيات عندما ندخل القاعة إيطالية لدينا البرسبيكتيف لدينا الوغاپور فرونتال لدينا البندريان لدينا نضبطوه لدينا سينمائي أكثر ما هو حاضر يعني الوعي بالتقنيات والتكنيسية حاضر عند المخرج مثلا في الجانب التلفزي أو السينمائي ومش عندهم المخرجين السينمائيين كنظر أننا مدارس السينما لا في القطع الخاص ولا الأكاديمي حاليا العمومي ومش عندهم المخرج تقرأ نفس الأشياء لا هو في الجانب السينما كانت مهم في المغرب مهمة في الجانب المصراحي في المغرب بشكل عام فيه تأخير كبير مثلا مثلا كما نحن 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 ميزان سين نحن على السينغرافية ومعهد العالي المصراحي والتنشيط التقافي الذين يقومون في مجال السينغرافية نحن نحن لأن أي أحد يقضي السينغرافية ولا يقول لا ومعهد علاقة بها ومقابيها ولكن يقول أنا أريد سينغرافية كباب محدد أكبر من ماذا بري تقول وكيف تقول وماذا يمكن الحكم علي وكذلك هات المسألات مهمة مثلا الدراماتورجية الدراماتورجية كستروكتور بورتوس لسانس في أي عمل ليس غير في المصباح هنا نحن في السينما ومعهد في المجالات التي لدي علاقة بالقصة كيف نحن هنا ما زال لدينا تأخير مثلا في تدريس مهنة من هذه المهن في هذه الحالات تصيبون سينغرافية ودراماتورجية وإخراج نفس الشخص ما زال هذه المسألة تخصوص لا تبينها في المارش نزالين مستمرين في مجال المصرح وبالضبط في مهنة الإخراج المصرحي ومعنا الأستاذ محمود الشهدي مخرج مسرحي وأستاذ مادة الإخراج في المعهد العالي قبل ما نكملو سوف ندوز الفقرات لدينا كنقلب على خدمة كنقلب على خدمة كنقلب على خدمة اليوماج بناءها مدينة تارودنت وبالضبط من فونداشن أمان لبروتكسي للأمان أو أمان لحماية الأطفال مؤسسة أمان لحماية الأطفال تقلب على شارجي ومسؤول عن مشروع التي يشتغل معها في إطار العقد محدود المدة بالنسبة البروتكسي التي يجب أن يكون لديه مؤهل الدراسة الدبلوم الانيفرسية دوزيام سيكل وخاص يكون لديه إكسperience ما بين عام التالعامين يكون لديه ضروري برمي تقنية يعني يكون لديه التمكين من اللغات العربية الفرنسية وإنجليزية فهذا ستكون حاسم في بعض الاختيارات بالنسبة للمشاهدة التي يجب تجريب في الأنشطة تشاركية تجريبة في برامج حماية الأطفال في تتبع وتقييم المشاريع والاشتغال مع فئات هشة وتكون عنده تجريبة في الوساطة وتدبير الأخطار والاشتغال مع المجموعات وغيرها من اللي تاش والذي اللي غاي سهر عليها غتلقوها بالتفصيل في لوليان تحت رابط ديال رابط غتلقو بليتو تحت الحلقة ديالنا على القناة ديال يوتيوب ديال راديو دوزين ما تنسوش آخر أجال هو سبعتاش شهر واحد الفين واتين وعشرين يعني ما بقى لي هوالو واحد سسعة أيام باش توجدوا لك وغادي رجعو مع المخرج الأستاذ محمود شادي كنا ندعو على المهنة ديال المخرج والتحدي اللي كتعرفها والتقاطعة اللي كتعرفها ما بينها وما بين مجالات توضيف ديال هاد العمالي الإخراجية في دي دي سيبلين ولا في قطاعات مختلفة آآ لقينا أنهم بنتح ديال مسألة ديال التدريس وكان لاحظوا أنه مجموعة ديال الناس يقول لك أو ديال الإخراج ممكن شي يتدرس واش هاد طرح صحيح ديال أننا ما نقدر ندير الإخراج ولا ممكن يتقرر بحكم أنه كانت تصورات عدة أي واحد يتعطي التصور ديال ويشتغل عليه أي واحد يقدر الإخراج يعني لا يقدر نقرر أو لا يقدر نقرر الإخراج هو الصحيح أنه يقول أنه لا يمكن درس مادة الإخراج أو تخصوص ديال الإخراج مهنة الإخراج هي مسألة أنه يبني الإخراج كتخصوص مكلف مكلف نعطي مثال بسيط باش تدرس الإخراج في كونديسيون قربين للواقع يجب أن لديك قاعة يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن ترهن الإشارة لها يجب أن يجب أن يتعامل مع مهني كي يقرر معه بمعنى أن تكون كبيرة العلم مثلا غير أسأل هذا القاعة وهو معدل العليف عاديا المصرح بمعنى كيف حصل بو ممو كنت المسألة هذه السؤال كنت المسألة وحدة أخرى المهمة هو أنه كنت يقول أنهم مخرجين كبار في العالم يحلوا المدابس ديالهم مقراش إخراج مقراش إخراج قراشوا التمثيل قراش وحدة أخراج لماذا لا يقراش إخراج كنت هذه المسألة كنت يقول أنه مهنة الإخراج هي مصلت في مرحلة متأخرة في التاريخ الممارسة المصرحية لم يقراش إخراج مدوينة حتى في القرن 19 ومدوينة حتى تبسوا بزاف ديال الميت والذي عاد والذي نقول لدينا تصور وحدة أخر نفس النص ومعنى المسألة تأويل ممكن ومعنى هذه المسألة تقول أنه رؤية الهدف المخرج هو الوغوغار الإكستغير أي واحد يمكن ينزل ويقول أنه أجدك شيء أجدك يبني على مجموعة مع المعايير ومع هذه المعايير كاملة كان قدو أنصب 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 طبق مختلف لتدريس للمهنة للإخراج وقد توليفت خاصة بها مثلا الإنصاص في بروكسل صباح أنه مشابه شخصي لكل موخبش كتجي كتصبح مشابه ديالك بريتي تكون موخبش في التلفزة أو في سينما أو في المصرح أو منتج من لغ بلاستيك أو من المصرح أو من الأداب أو من البسيكولوجي عندك مشابه لأنه عندك خصوصية وكيكون المهمة أنه تتبع ديال المشابه ويجيب لك الكافاءات لتقدر تعاونك لكي توصل الهدف ديالك وتحقيق مشابه ديالك المهاني وهو تولي مخريش في المجال المصرحي هذا توجه بنية على الخصوصية يعني أنت تجيب المشروع ديالك وتتم تغذية دياله وانتلقها من جمعة ديالي كمبيتنس في تكوين دائما كتصب في المشروع ديالك أنت كطالب أنت كطالب مثلا هذا متصورات المهم ممكن من أجل تكوين مخريش كانت تصورات وحدة أخرى التي تجمع مثلا كما قلنا في الإنسان دياليون التي تجيب وما بقيتش مع أناتولي فاسلي لأنه تجيب مخريش عنده تجيب كمؤسسة بمعنى أنه الطالب كيقرأ في المؤسسة اللي هي كتنتج أعمال وكتبرمج أعمال باش كتكون عنده علاقة وطيدة بالممارسة بشكل يومي باش نمدرسة ما بتعبطة بالبناية باش كنجاوبوا على هاد الأسئلة اللي قلنا علاش ميمكنش درس تخصوص ديالإخراج باش نحو درس تبقى في لفولونتي شنو يا رغبة رغبة شحال المادة ديالنا السعدات باش نقريوها باش نقريوها وشنو التصور ديالنا باش نقريوها وشمن سوق كنقريوها بمعنى هاد الأسئلة مهمة وكتعطي تنوى في التوجهات وكتعطي تنوى في المدارس بالنسبة لك أستاذ محمود راكمت تجربة كبيرة من السنوات في السوق المغربية واشتغلت أيضا يعني خارج المغرب يعني عندك واحدة المعرفة على السوق المغربية أشنو المشروع باش نقريو المصرح اللي كي يجاوب على التطلعات ديال السوق المغربية واشكين شي تصور ديجا من تلقا من المعطيات اللي كي نعادنا حاليا وحاليا الغينة ديال المصرح المغربية تتعدد توجهات للمخرجين باش نقريوها دوال مقابنة مع الدول العربية بشكل عام باش نقريو في الإيقاع ديالنا نعم بشكل عام من هنا تفكيف تدريس تخصوص الإخراج خصوية رعي هذه الخصوصيات بمعنى أي طالب بغي درس الإخراج خصوية طال على مجموعة تجارب ديال المخرجين مغاربة نعم وماشي مخرج واحد لأنهم ما زال ما نقدوش نكون في التصور ديال الشيخ والموريد في الإخراج المصرحي بالعكس نحن تكونين خصوية ننتج ديفيزيونير صحيح لعندهم كي يشوفوا المصقبة كيفاش خصوية كي يكون وعلى الماضي وخصوصا أنه في الممارسة ديالنا ما زالين كنقرروا نظريات ديال ماضي مزال كنقرروا برشت مهم نقرروا الماضي الشابب دياليوم اللي بعيد عليه بزاف وخصوه يخدم غدا وتوحد ما عف غدا كيفاش يكون بمعنى هده لديك لاجمة بين الماضي اللي كنقرروا وصوق اللي هما موجه له هده لامارش كبير بزاف خصوصا الصباح شوية وهده لامارش سيختوك تأبوي بزاف بحضور تكنولوجيا وبحضور تلوسائل جديدة المتعددة في التواصل مع المجتمع يعني عندنا لغيزيو سوسيو عندنا دي فورم بانو جداد ديال 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 الفورجة ولو أشكال فورجوية جديدة مرتبطة بالتكنولوجي كيفاش هده للمعطية كاملها ممكن تخذ بالاعتبار زائي تجاريب ديال المخرجين اللي هما كينين باش هالطالي بيجي ياخد واحد يعني خصوص يكون نوصل ممطالع ما يخصوص يعيش لحياة دياله بالكل تحديات والجديد دياله وخصوص يرجع يشوف أشنوع كين عند المخرجي الإقدام عاد نقدرون نصيغوا واحد المشروع مستقبلي ما كتبانش أنها مسألة بعيدة شوية هي معادلة صعبة ولكن هاد المعادلة هي أساس ديال تطوير المجتمع ما نقدرش ندور ديسا كخفيز مثلا في تجارب معينة يعني واشحنا بالضرورة أننا نطلع على التجارب كاملة باش نصيغوا المشروع ولا ممكن نفردوا ندوروا واحد ما شيء اقصاء ولكن اختيار لواحد النوعية مثلا من المصرح وتشتغل عليها كبداية على الأقل اللي هو الاختيار مهم كما قلت في البداية خص التركيز على الإبداع المغربي الحالي المخارجين لمازالين حاضرين معنا تقدر تسولهم تقدر تسألهم على المشروع ديالهم الفني وعلى الأعمال ديالهم بشكل علمي بأن هذه المسألة هي الأساس باش نقصوا في هذا الفارق الزمني للي يفصل التدريس على صوق الشغل هذه المسألة مهمة بأن خص التركيز على ما هو اليوم وعندنا تجابب كبيرة في المصر المغربي اليوم التي تبتت عالميا عالميا أنها حاضرة وعندنا كتاب وبرمناسبة لديهم جوائز في الكتابة في الإخراج والحمد لله في الدورة الأخيرة المهرجى العربي كغيمون المصرح كان أنه كان واحد حضور ووازن الفارق المغربية يعني ممكن يتم الاشتغال على ما وحالي على الأقل لكي نبني أمو تجربة تدريسية الواحد المهنة وندخلوا في موضع جديد ونبعد نرى ما الحويجات التي يمكن تخذ مدارس أخرى ومدارس أخرين التي تبنوا تصورات أخرى نقوم دائما في المجال السوق المخرج من يعيش اقتصاديا يعني وش يريد فلوس مجموعة المعطيات التي هي اقتصادية بالقبل الميتي هو أولا المجال المصرح الاقتصاد كامل معروف الأرقام أرقام أصفرها قليلة أصفرها قليلة أصفرها قليلة أصلا المجال الإبداع في العالم هو مجال هاش وكتخدم ببدي مداخل قارب هنا كيكون في دائما كتعطي أمثلة بلايس وحد آخر هنا كيكون مثلا كي تحصل على مداخل مداخل في دول معينة يقول أن نسبة الممارسة كمخريج يجب أن يكون نسبة وممكن تقري تعطي دروس في الفن وفي المصرح وكي تكمل وكي تقدر تعيش هذه وكي تكون نسبة لها لا تفوت لكي تكون أساسا أنت مخريج لا تكون أستاذ لأنك يكون تفكير في هذا التصور كل مهنة بحدود ما زال ما زال ما زال ما زال حتى في مسألة القانون الفنان ما زال ما زال كاردارتيس كاردارتيس بشكل عام ماشي بتخصص وكل تخصص شنو ما لبوان ديالو اللي ممكن مثلا وش مو خرج قد يقاري عشرين في المئة ما يفوتهاش وممتل يقاري عشر في المئة قبل ما نكملو غادين دوزو لابل مارش كاريير مع حمودة دابا لابل دوفخ لابل دوفخ ديال اليوم جبنا لكم من وزارة الاقتصاد والمالية ايوي وزارة الاقتصاد والمالية كتقلب مقدمة واحد العرض اللي كتقلب فيه على مكوين في اللغة الإنجليزية لفائدة موظفين وأطور الوزارة طلبات العروض غاديت من الفتح دياله بمقر مديرية شؤول إدارية والعامة اللي موجودة في طبق تاني ريباتشالة في النهار واحد فبراير الفين وعشرين يعني تقريبا باقي واحد شهر بالنسبة للناس المتمين بهذا العرض لازم تحميل في الترشيح من نفس المديرية يعني مقر مديرية شؤول إدارية والعامة والتي تقوم بتحميل دياله مباشرة من العنوال الإلكتروني اللي هو مخشي بيبليك بوان جوف بوائما والتي تدخل الموقع وتقلب على خانة طلبات العروض لزارة بلدوفخ الكوستيون ديال invested اللو عمارشي هي عشرين ألف درهم والغلاف المالي المخصص الهد اللو عمارشي و الغلاف المالي المخصص هو 1.494.720 درهم بنفس الشي بالنسبة للمقترحات هي إما غيرتم تحتها مباشرة وتأخذ عليها واحد للغوث ولا تصفتح عبر البريد المضمون ولا تصفتح عبر البريد الإلكتروني جميع المعلومات غتلقوها فلوليان ديال 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 شكرا لكم غادي رجعو الجانب الاقتصادي اللي هو دزنم مدارات الاقتصاد الجانب الاقتصادي نقدرو نقدرو سيد محمود نعرفو شحال اكزاكتما نقدرو نعطيه واحد لومويان اللي كيعيش به هاد المخرج المسرحي في في ابها الحالات يعني نقول له المخرج اللي كي يشتغل دائما وعنده واحد العرض كي يعرضه مثلا كيفاش كيعيش شنو البعد المالي ديال له هاد العملية اللي هو باش نجابه لاتسوال هو كنظن انا ما كنش واحد فالمغرب نعم عنده هاد الشيفر اكزاكتما كي يقول لي ما بتتبط بكل شخص نعطي ميتة البسيط نعم لاب برينان ديبو في سنة الفين وواحد وعشرين نعم في القطع اللي ما بتتبط بدعم القطع المصراحي في وزارة الثقافة كنظن الموطن هو صيفة وعند المخابجين كاملين انا ما كنش دعم مصراحي ما كنش دعم مصراحي صح دعم ماشي بنفهم الدعم وكانش تمويل الانتاج المصراحي في المغربية طرف وزارة الثقافة نعم مصراح محمد الخامس كان عنده مبادرة في الجانب بيعنا ولكين كان نظن انه مشرار ما تغطيش لحاجات المغرب كامل هنا كين مخارجين كين اعمالي لهم كتمر التلفازة هنا كين منطق اخر بيعنا منطق ديالتلفازة نقدرنا مش نجواب على هذه السؤال في 2021 كانت واحدة الانيسياتيف ديال انه اعمال على تصوير التلفازة من اجل اقتناء الغروض ما بين وزارة الثقافة والشباب والتواصل هذا المبادرة في ان العمل تكون دعم ديالة بين 150 الف دمهم ومئتين الف دمهم من اجل التلفازة من المخرج ولا العمل المصراحي كامل لا العمل المصراحي كامل فيه مخرج وصينغرف وملابس ومبتلين وفيهم لضغوة ديماج ديالهم وفيهم لضغوة دوتور وفيهم لصالخ ديالهم ديال العمل اللي يقدمه بانه 150 الف نحسبوها لاخد عمل 150 الف ومئتين الف في احسن الحالات نقسموه شوفو شنو يعني قطرون قول ان خليكم تشوفو ش صالخ ديالش مخرجون لصنغار وكذا يعني في الجانب ما هو رسمي بما نعم نعم كانت مبادارات خاصة ديال المخرجين انه قدووو شارلو كوم ديركتور ارتيستيك في ديالش المنوات ويقدوو ديالش ديالشان وانا نرجع ليهن بجوارة نقدر نقول دفترة دي كانت فترة عصيبة على هاد المهنة والمهنة المرتبطة بها في العمليه بشكل كبير يعني كله ولعصان زيان إحصائياتي دي وليا رجعنا لأوقات مقبل لابنديمي ولا لا تحسنت الأوضاع نقدر نقول ان المخرج يشتغل يعني عنده واحد واحد القسط مالي على العملية الإخراجية والإبداعية والتصور دياله في واحد انطلاقها من واحد دعم ولا انطلاق جانب يعني وفي الموازات يقدر يشتغل قلتي في الإدارة الفنية ديال المهرجانات مشاريع فنية بزاف ممكن يقترح حتى التصور بالفني ما معطيش لكل شي نعم أشخاص اللي عندهم تصور فني وعندهم رؤية فنية من جموعة مشاريع نعم هذا التخصص ما كانش بسه يعني هذا كحنا السؤال الأخير اللي كان شوفو أن الميت تغنصين يعني الاشتغال دياله ما مرتبطش فقط بالمصرح يعني المؤهلات دياله الفنية وهذا التصور اللي كان دعو عليه اللي كما قلنا ما مشي كل شي كيتوفر عليه كيمكن لي أن يشتغل في مجالات أخرى صحيح صحيح دائما مرتبطة بمجالات لي فنية ولا المخرج يقدر يشتغل مجالات أخرى اللي هي بعيدة على نوعنا مع الجانب الفني أو القطاع الفني يقدر يشتغل في كين مخرجين عندهم شركة خاصة ديالهم كين مخرجين عندهم مهنة الإخراج كين مخرج ممتيل كين مخرج كين مزاف الحالة يعني كين نقدر نقوله هذا العدم تأطير العام القطاع كيخلي أنه هاد المهنة هدي كيكون عندها واحد كيكون عندها واحد لطودوغيسك شوية كبير يعني كتوجه أنني أنا كشاب دابا سمعت الحلقة عجباتني وعندي تصور فيني وكنقول الواسف هاد الشي اللي بغيت ندير سنعرف بأنه واحد الحلفة اللي هي نورجليها اللي ما مرتبتش بواحد اللي مدخول له وقار وما مرتبت وظروف ديال اللي اشتغل فهي يرى هنا أيضا بالمعطيات الحالية اللي كنعيش وبزاف ديال حويش دو إضافة أنه ممكن هاد المشروع لأنه عندك ديلو توجه يكون مزيان دلعام المشروع اللي مورا ما يكونش مزيان يعني قدر تكون ناجح دلعام ناجح تش فيه وما عندكش مداخل فيه بيانا هاد المسألة مهمتا هي لأنه كن فوق ما بين أنك حق في الإبداع وتبداع وأنه تاخدو كاميهنة قارة وحيدة فيها ريسك كبير كنشي جهود حالية متلا مطرف الدولة أو الوزارة الوصية اللي تأطير هاد القطاع هذا باش هاد الميتي أكتستيك لمنبناتهم لحرفة ديال المخرج المسرحي أن هاي يتم نقولو حفظ واحد لباش يعيش كنشي إطار فالجانب ولا مكنش قانون الفنان لماذا ما تنزلش الحلو الآن لماذا جميع الفنان ينتظروا هو تنزل دياله لأنه مازا ما كنش المراسيم اللي كتتوضح شنو الحد الأدنى للأجور شنو هما ضمال الشمائي للفنان بشمعة من النوقات خصوة تنزل دياله مازا ما تنزلش القانون قبل من نسالوك ما شفتو أن ميهنة للإخراج فيها ميهنة أيضا عندها لها ملايها وعليا ما عليها اللي أنه مرتبطة بواحد الإطار ولا واحد القطاع اللي كي يعاني مواحد النوع من نقدر نقوله هشاشا في هشاشا في بليتوف لستكتورة صنو دياله وكتطلب مجهود كبير وكتطلب بحث كبير ومامتون هي ميهنة اللي محفوفة شوية بالمخاطر على الجانب المادي شي سؤال اللي كان أستاذ محمود كانت تناهه وما تصوش شي سؤال كانت تصوش اللي كيباليك أنه مهم وقدر يغني هاد النقاش في آخر الحلقة اللي كيباليك أنه مهم نعرفه كمستمعين كنظن أنه تم إحاطة جميع جوانب دي الموضوع وخصوصا للمهنة الغيب هو الحاجة ديالنا لإبداع بشكل عام والفن في المجتمع هذه المسألة مهمة وخصوصا أنه المخمجين يأخذوا المبادرة الأولى باش يشتغلوا على شي عمل أو باش يدفعوا على شي تصوى فنية في عمل أو في مشابه وحياة نعم وخمشين بزاف لدبوا هاد الاختيارات هاد الاختيارات كتكون بنية حتى على دي غيسك خاصين نعم لأنه كنقوله مسألة الإبداع ما مش الإبداع ما كيجيش هكا كتقول أنا مو بدي أكيد نعم فيها مسألة نخصك تبع تشوف دي طابلو تمشي لي ميزي تعرفش الناس أبسط حاجة بغي تدوي على شي في أموأينا من المشامعة كيفاش كتاكل كيفاش كتدوي كيفاش كتصافر كيفاش كتصافر بزاف الحوائيش كتديم جهود يعني أفتك تستهلك الإبداع قبل ما تولي تنتجو خصك باش تكون جوزت باش تكون جوزت باش تكون مو بديع هكا كبلا ما كتكون كتتصرف من وقتك ومن الرجي ديالك باش تقرب من المواضيع اللي كتتناولها ماشي اللي سبطة كتصيب يعني يعني باش تاخد على العاتق ديالك لأنها هي مسؤولية كبيرة نون فيزا في الشخص ديالك وكينسي النونجاج ماوسي للاسوسيتي خصويت يتخذ بواحد يتخذ على الاعتبار بالجسامة ديالو بالتقل ديالو لأنها مسؤولية كبيرة كان شكرك محمود على الحضور ديالك وعلى الإغناء ديال هذا الموضوع كلمة أخيرة شكرا مزاف مستمعينا ومستمعاتنا وصلنا لنهاية ديال الحلقة كانت منى أننا نكونوا حطنا ما أمكن بالجواني بمختلف الجواني بديال المهنة ديال المخرج المسرحي كان نضرب لكم موعد الأسبوع المقبل وسنة سايدة نعيشوا معكم